المرأة الكويتية دور فعال في المجتمع الكويتي ففي مرحلة ما قبل النفط أدارت بنجاح شؤون سرتها الصغيرة وبعد النفط التحقت المرأة الكويتية بالوظائف إلى جانب الرجل وقد أثبتت وجودها على كافة المستويات حيث شغلت المرأة العديد من الوظائف القيادية بالإضافة إلى الأعمال والمهن الإبداعية للحديث أكثر حول دور المرأة الكويتية ووقعها الحالي رحب وضيفتنا الدكتورة شيخ الجاسم استاذ الفلسفة في جامعة الكويت أهلا وسهلا في جي دكتورة أهلا دانا حيات الله دكتورة يعني إحنا اليوم إن شاء الله بنغطي كافة الأمور اللي تخص المرأة الكويتية تحديدة لكن بكل صراحة وواقعية شون تشوفين حاليا وضع المرأة الكويتية شوفي أولا كان فيه كم خبر حلو الأيام اللي طافت أولا أنه كان قائمة فوربس الأخيرة كان فيها يمكن خمس نساء أو أكثر كويتيات فهذا شيء من أقوي النساء العالم هاي شيء نفتخر فيه نعم ثانيا المركز العلمي اللي كان مديرة المرحوم المهندس مجبل المطوع كان لمدة سنة المكان شاغر وحطوا رنى النيباري عينوه فهذا يعني أنا ما عرفها شخصيا ولكن يعني هذا شيء الواحد يحس بالفخر لأنه تدرين المركز العلمي من المواقع المهمة اللي مثل لحق واجهة البلد إذا ديان نظيف دايما يودون لمركز العلمي فحلو أن يكون فيه امرأة وامرأة شابة هذا بالنسبة للإنجازات الحلوة الحين بالنسبة لنا إحنا في 2017 لو بتقارنين مثلا من كل التطورات اللي صارت سبعينات، ثمانينات، تسعينات حين وضع المرأة أفضل ودائما يعني المشرعين قاعدين يشتغلون على مزيد من الحقوق للمرأة هذا يعني لا شك فيه ولكن هذا لا يعني أن المرأة يعني وصلت إلى أفضل حال مثل ما يعتقد بعض النساء والرجال بالعكس ما زال عندنا بعض المشاكل اللي يمكن رح نتكلم فيها صحيح، الدكتورة يعني دائما يقولون أن على الرغم من أن المرأة حصلت على الكثير من حقوقها خاصة للمرأة الكويتية تحديدا إلا أنها لا تزالت تعاني من أمور أخرى إذا بنتكلم عن المعاناة، ماذا يقصد بها؟ شوفي أبسط شيء، طبعا في ويد الشيء بس أبسط شيء وأسهل شيء واللي يتكلم عنها اللي هو الجنسية إذا أنت كنتي مواطنة مساوية تماما بالمواطنة مع الذكر فأنتي المفروض من حقك نش تعطين جنسيتك لأبنائك إذا كنتي متزوجة من غير كويتي لكن هذا الشيء مو ممارس المرأة مو من حقها أنها تعطي أو تمرر جنسيتها لأبنائها هذا أول شيء ثانيا، وهذا شيء يخلق المزيد من الظلم أنه مثلا إذا كنتي متزوجة من غير كويتي وتملكين عقار وبعد عمر طويل مثلا توفت الأم شي صير حق الأبناء ما يقدرون يملكون هذا العقار اللي هذا أصلا بيت أمهم اللي هم ولدوا فيه وعاشوا فيه ليش؟ لأنهما غير كويتيين فتخيلي يعني ليش إذا كنتي إنتي مواطنة مساوية للذكر الكويتي كل شيء فالمفروض لنا من حقك هذا الأمر بعدين في العديد من الأشياء البسيطة احتمال ما تكون هي قوانين كثر ما أنها ممارسات موجودة في مؤسساتنا يعني مثلا من شم يوم اكتبت الكاتب أقبال الأحمد عن حادثة بأن يعني فتاتين بنتين كان مفروض أن أبوهم يدخل يسوي عملية وما عنده ذكور فالمستشفى ما رضى أن البنتي اللي توقع على أن الأب يدخل العملية وعلى مضض يوم يعرفوا أن ما في ذكور رضوا أنه أوكي بنتين من يقول أصلا؟ يعني هل المستشفى نفسه كان مستعد أن يضحي بصحة هذا الرجل؟ لأن نروح يقول لنا واحد ذكر علشان يوقع أنه ممكن يسوي العملية هذا يعني ما أدري هل هذا من الإسلام ولا من القانون ولا مجرد يعني خلاص عرف متعارف عليه بالمستشفيات يعني في الكويت هذه قضية وفي قضية ثانية أيضا صارت هقناسة أنا عارفهم نفس الشيء الأب متوفي البنت عمرها أقل من واحد وعشرين الأم موديتها عشان تسوي عمل أمها يعني البنت طالعة من بطن هذه الأم وهي ربتها وهي مسؤولة عنها ولما راح تقول لا ما يصير يبي لنا الوصي يبي عمك الحين عمها اللي تشوفها مرة بالأسبوع على الغد يعرف لها أكثر ولا أمها أكيد أمها عرفت شوفة عندنا ممارسات يعني أنا ما أدري كانت هذه قانونية صج ولا مجرد هي يعني تمارس بهذه الطريقة بالكويت نزيل إذا بنتكلم حاليا وبشكل مختصر وبنقاط يعني نقدر نحددها شوني ينقص المرأة الكويتية علشان تكون حقوقها كاملة متكاملة شوفي على عدة يعني في عدة أشياء أولا بالنسبة مثل ما ذكرت في المقدمة إذا المرأة الحين والله في مناصب قيادية أوكي وصلت ولكن لو بتشوفين كنسبة وتناسب لا يقارن مع الرجل نسبة ضليلة صحي يعني إحنا الحين عندنا مثلا في البرلمان عندنا نائبة وحدة نعم في الحكومة وهي هذه بالتعيين بعد ما لها علاقة بالانتخاب عندنا أيضا وزيرة وحدة فهذا ما يعكس يعني نسبة المتعلمات ونسبة الجامعيات أو الأكثر من جامعيات الموجودات في المجتمع مع الناس اللي وصلوا في مراكز القرار فما زالت المرأة من هذه الناحية تقريبا مغيبة أنا ما شوفها يعني أنها فعلا هي صاحبة القرار لا زال القرار يتخذ في الأماكن مثل ما نقول رجولية أو الذكورية اللي كلها رجال في الدواوين وفي الأماكن المغلقة المرأة كانت تحط مثل الكرز اللي يحطونا فوق الكيك والله ها شفتوا وحطينا لكم وحدة وكا ما زلنا بالعكس ما زلنا يعني نحتاج لتمثيل أكثر نزين هل هذا ممكن نقول أنه لقلة الثقة بالمرأة نفسها أنه هي يعني منذ زمن طويل نحن نقدر نقول يعني من قبل النفط المرأة كان نظرتها بيتها وعيالها ما تطلع بره البيت لازم يكون زوجها أهو المسؤول عليها أبوها أهو المسؤول عليها لما تتزوجوا تروح بيت ريلها هذه النظرة اللي أيام بيت الطين قبل النفط لا زالت موجودة في مجتمعنا شوفي هو في الثقافة العامة وهذه طبعا موجودة عند الرجل بس يا ثقافة المجتمع يعني حتى النساء في عدم ثقة بالمرأة يعني حتى لو بصورة يعني مثل ما تقولون خفية مبطنة من غير لا نشعر يعني لاحظة لما كانت مثلا بقانون الانتخاب لمكان أربع صوات المرأة وصلت وصلوا أربع نساء صحيح لما صار صوت واحد لا خلاص الرجال هم اللي وصلوا ما عدا يعني نائبة وحدة ليش؟ لأنه تلاقي مثلا الغالبية مو بس يعني الرجال حتى النساء مثل يقولوا والله نعطي أصواتنا حق اللي نعتقد انهم قد المسؤولية اللي هو لابس غطرة وعقال وعنده شوارب بغض النظر يعني أشياء ثانية وبعدين أوكي خنساعد المرأة فنعطي المرأة فقدرنا أربع صوات واحد منهم راح حق المرأة فطلعوا النساء لما صار صوت واحد قال لا ما قدر أضحي فيه بعد نعطي حق هذاك بغطرة وعقال وهم اللي وصلوا يعني نعم أكثر شي عورت وقع دكتورة هو لما المرأة تحارب المرأة نفسها يعني وجود المرأة خنقول في الحياة السياسية أو في البرنامان لما نشوف إحنا وجود مرأة يعني المفروض أن نحن نحس براحة أن هناك مرأة تمثلنا ممكن أن هي توصل صوتنا توصل حقوقنا اللي إحنا محتاجينها لكن لما يكون أصابع الاتهام من المرأة نفسها للمرأة أن هي ما تقدر تنجز وما تقدر تعطي ولا تقدر يعني تكون قيادية جلد الذات جلد الذات تعور أكثر هذا الشيء موجود يعني هل هو غيرة هل هو اسقاطات نفسية هل أسباب ثانية يعني أنت لاحظي الحين حتى لو مثلاً حتى لو أنت دانة أو غيرك أو كذا صرتك وصلتي مثلاً بأعلى المناصب بأعلى الكذا إذا مثلاً ما تزوجتي يظل المجتمع ينظر لك وهذا يعني النساء أكثر من رجال حتى صحيح إن شاء الله تتزوجين عشان نفرح فيك يعني كل اللي سويتي كل إنجازاتك كل شهاداتك كل مشاريعك الناجحة كل نجاحك كله ما يعتبر شيء إذا أنت ما تزوجتي وحتى إذا تزوجتي إن شاء الله تيبين ولد إذا ما يبتفع هو المجتمع دائماً يعني قاسي صحيح شون نقدر نغير نظرة المجتمع هذه تجاه المرأة تحديداً يعني لي متى إحنا رجعيين بأفكارنا مثل ما قلتاي إذا المرأة يعني قربت من الثلاثين وما تزوجت فهي بنظرتهم كل ما أنا ما بيقولها لأنا ما أحب أقولها عن المرأة تحديداً لكن يعني المرأة إذا وصلت إذا هذا العمر للحينها يعني بدول الأجنبية تعتبر للحينها شابة للحينها في رونقها لأن إحنا هنا في مجتمعنا الخليجي ننظر لها بهذه النظرة يعني شون نقدر نغير نظرة المجتمع هذه شوف هو بشكل عام قاعد تغير المجتمع أصلاً يعني والدليل أننا قاعدين نطلع ونتكلم يعني والناس وايد يتكلمون حتى بالمحاضرات وبالجامعة وكذا الحين لو تشوفين البنات يعني الصغار المجتمع تغير يعني يمكن إحنا قبل أن ندخل هناك ننتكلم شلون الجيل اليديد من البنات وحتى الشباب ولكن نخصص يعني البنات صاروا يسوون مشاريع يفتحون مثلاً سبا صالون مراكز تدريب محلات يعني كل واحدة واهتماماتها فهذا شيء حلو يعني المرأة صارت الحين أو الشابة الزواج مو هو مطمحها الأساسي هو أحد المشاريع اللي في بالها ولكن هتحقق ذاتها أن يزيد مدخولها أن يتوي مشروع هذا أنا شايف التزي يعني في الجيل اليديد موجود وايد وهذا الدليل يعني أن المجتمع قاعد يتغير نتمنى هذا التغير يزيد علشان نقدر إحنا نشوف أن الرجل يوقف يم المرأة لدرجة أنه يدعمها حتى إذا انجحت يعني إحنا نعم هناك كثير من القوانين قد لا تتساوى المرأة مع الرجل لكن لما تشوف المرأة أنه بجانبها رجل زوج أخ أب يدعمها هي رح تشجع أكثر أن هي تقدم وتنجح في هذا المجال يعني إذا بنتكلم دكتورة وبكل صراحة بدون أي إجابة دبلوماسية هل تشوفين الحين الرجل الكويتي قاعد يدعم المرأة في كافة حقوقها في الكثير من الآباء والأزواج بالعكس داعمين حق المرأة يعني تلاقيين مثلا الأب وهو بنفسه يروح مع بنته يسجلها بالبعثة هو يروح معها علشان تأجر شقتها ولا مثلا ما ترجع وظيفتها وكذا الكثير من الآباء أو الذكور يسندون المرأة ولكن أيضا في مقابلهم هناك رجال يكسرون مجادة في المرأة يعني هذا موجود وهذه أشياء شخصية يعني هذه أخلاق شخصية وموجودة بالأسر ولكن بشكل عام بالعكس الرجل الكويتي أنا ما شوف أنه يعني ضد المرأة ما أنا شايفة هذا الشيء بالعكس مرات مثل ما قلت مرات المرأة نفسها هي اللي تكون يعني عائق بوجه المرأة نعم خلنت تكلم عن هذين اللي يكسرون المياه ديف يعني يا كثرهم هاليومين يعني دكتورة نشوف إحنا كل من عارض المرأة في حقوقها تالي لمن يقرون هذا الحق يوقفوا بصفها يعني إذا بنتكلم على الوظائف السابق قبل النفط أو قبل عام 1936 أو 1938 كان في معارضة شديدة أن المرأة تعمل في القطاعات الحيوية والحكومية وغيرها من القطاعات إلى أن اكتشوا النفط وصار يتوجب على وجود المرأة علشان تساند الرجل في هذا المكان وهني بدت هذه الجماعة اللي عارضت المرأة توافقها كذلك في البرنامان السياسي كان فيه كثير من الأعضاء حاليا متواجدين كانوا يعارضون حقوق المرأة إلى أن أقروا هذا الحق وصاروا يقفون مع المرأة علشان صار صوت واحد ويحتاجون صوت المرأة شون تفسرين هذا بس لاحظي الناس اللي وقفوا ضد المرأة يعني من الثمانينات والتسعينات وكانوا ضد المرأة ويطلعون الفتاوى وما أفلح قوم ولا أمرهم وكل شيء قالوا عن هذا الحين ولا مرة على كثر يعني النساء اللي يشتغلون لهم ولا مرة رشحوا امرأة منهم أهمة بالعكس هم لا يستفيدون من أصوات النساء علشان هم لا يوصلون نعم يعني هذا هي يعني أنت إذا كنت فعلا مع حقوق المرأة ومع المرأة وتبت عز المرأة مفروض يلا الكوادر هذه اللي عديتها صار لك ثلاثين اربعين سنة ويعني تدربهم وكذا الحين مفروض أن في نساء قادرات أنهم يوصلون مثل رجالكم هذين اللي دايما عندهم مقاعد في مجلس الأمة لكن لا يستغلوا المرأة كصوت فقط علشان يوصل أهو نعم فهو بطريقة غير مباشرة بدون ما يقول أنه أنا ما أدعم المرأة أنه يدش البرنامان لكن أنا ما رح أرشح أحد من اللي يشتغلون معاين لكن يستفيدون بأصواتها نعم الرجل متى رح يثق بالمرأة في هذه المجالات فيه رجال يثقون بالمرأة يعني لاحظة يعني النساء اللي وصلوا للبرنامان سواء بالسابق أو الحين إذا ما وصلوا بترى بأصوات النساء فقط يعني فيه رجل بالعكس يثق في المرأة ويشوفها أنه أنا بالنسبة لي ما أحد أنظر إلى النائب أنه ذكر أنثى يعني أنا بعد بالنسبة لي لما أبي أعطي صوتي حق أحد وإذا شبت المرأة اللي مرشح نفسها مو بالكفاءة كفاءة الرجل رح أعطي صوتي حق الرجل هذا مو لأني أنا ضد المرأة ولكن أنا بختار بغض النظر عن الجنس هذا اللي المفروض يصيره حتى للرجل يعني ينظر للمرأة اللي مرشح نفسها هل هي تمثلة تمثل أفكارها هل هو مقتنع فيها مو لأنه والله هي أنثى ولا ذكر وهذا صح دكتورة لما أنت ترشح الشخص علشان يوصل إلى البرنامان السياسي يجب أن يكون على فكرة على إنجازاته السابقة شون ممكن هو يحقق في المستقبل هل رح يدعم القضايا المجتمعية في الكويت وهذه أكيد نقطة جدا مهمة غير يعني إحنا بالسياسة عموما وفي البرنامان نطمح أن اللي يدش هذا المجلس يحقق أهداف المجتمع ويصلح بالنهاية عموما دكتورة إحنا رح نتكلم على دور المرأة اجتماعيا لكن نروح الفاصل ونرجع لكم رجعنا لكم مشاهدينا ومستكملين حوارنا حول دور المرأة مع ضيفتنا في الستيديو دكتورة شيخة الجاسم دكتورة يعني تكلمنا أكثر عن دور السياسي للمرأة في حديثنا السابق إذا بنتكلم على اجتماعيا هل تشوفين أن هناك تمييز اجتماعي ضد المرأة في المجتمع حاليا موجود وهذه نقطة أحب أوجهها حتى حق وزير الداخلية وحق النواب وخصوصا عندنا النائبة الوحيدة يعني صفاء الهاشم ليش الجواز الكويتي ما في اسم الأم؟ ليش جوازات عيالي ما فيها اسمي؟ شاللي يدل إنهما عيالي؟ ما في أي شيء لاحظة إذا المرأة متزوجة يحطون بالصفحة الأخيرة اسم زوجها إذا المرأة مو متزوجة ما يحطون لها اسم شيء طبعا بس بشهادة الميلاد مذكور اسم الأم؟ شهادة الميلاد لكن أنت لما تسافرين ما تأخذين شهادة ميلاد عيالك صحة نأخذ جوازك ولا في أي شيء يثبت أن ولدك هذا حتى لو هو كبير يعني 16-17 يثبت أنه ولدك ما في أي شيء نعم ليش؟ تروحين تشوفين جوازات ثانية دول ثانية مكتوب اسم الأم نعم وأنا أعتبر هذا شيء أساسي صحيح غير عن هذا الجانب يعني مو بس أنه يعني تثبتين عيالك الشيء الثاني أنه من ناحية الأمنية نعم يعني شوفي من فترة كان فيه واحد انسجن يمكن سبع سنين أو شيء قالوا وآخر شيء طلع بتشابه اسماء نعم وين الأمهات؟ شبح؟ ليش أسامينا مو موجودة؟ صح لا بجنسية لا بطاقة مدنية لا ولا شيء بس شهادة الميلاد ومن يشيل معه شهادة ميلادة؟ ليش أسامينا مو يعني الجواز الجواز على الأقل نفس الشيء أمهاتنا يعني أساميهم في جوازاتنا أنا أعتقد هذا شيء أساسي نعم لكن مع هذا مو موجود في شيء ثاني يمكن هو الناس يشوفونه شيء بسيط ولكن أنا أعتقد أنه أيضا مهم نعم لاحظي يعني أنت بالإعلام وشوفي الوفيات لما تتوفى المرأة شيقولون زوجة فلان نعم ولما يتوفى الرجل يذكر اسمه بس هو منه زوجته يمكن أنا أعرف زوجته وأروح أعزيها مثلا كانت معي بالمدرسة قبل ليش ما يذكر اسم المرأة؟ ليش المرأة يعني كأنها كائن شبح كأنها مو مهم وما الحكمة إنزين ما الحكمة أنك تقول والله فلانة ترى زوجت فلان يعني إذا كان القصد أن نحن نروح نعزيهم نعرف من وعياء نفس الشيء بعد ينطبق على الرجل ففي أشياء موجودة في حياتنا اليومية يمكن تعودنا لأنها خلاص صارت جزء من حياتنا ولكن هذه الدل على أن ثقافتنا فعلا قاعدة تفرق ومثل الأمثلة التي ذكرناها قبل شوي حتى عن المستشفى حتى ما تقدرين مثلا تفتحين حساب حق ولدتش في البنك مع أنه ولدتش ليش؟ يعني في أشياء بسيطة هذه كلها يعني ذكرتين لنا نقطتين يمكن إحنا فعلا غافلين عنها توني كنت أحاول نتش تقولين لي إياهم فعلا إحنا غافلين على هالنقطتين وما فكرنا فيهم بعمق ليش الأسم الأمه موجود بالجواز وهم يعني الأمور اللي ذكرتها كلها قاعدة تقلم من جيمة المرأة قلت لك أنا خاشت ليش إياهم وانا قلت لك أشياء وانا خاشتهم لك لأن فعلا يعني قاعدة عندي صديقة سورية صديقتي فأطالع جوازها مجددة جوازها وقاعدة أشوفها اسم أمها فقط يعني حتى ما كانت المرأة يعني فلانة بنت فلانة فلان ولد فلانة يعني هذا شي مهم ليش إحنا عندنا المرأة مو موجودة بالمرة وأنا يعني فعلا أوجه كلامي هذا حق النواب حق وزير الداخلية وحتى حق النائبة صفاء الهاشم بالذات يعني هذه كل أشياء تشوفونها بسيطة ولكنها مو بسيطة هي تعني شيء نعم صحيح دكتورة إيدب بنروح إلى جانب آخر وهو الوظائف هل يعني تأيدين دخول المرأة في كافة الوظائف من غير استثناء اي أنا دخول المرأة أو دخول الرجل أنا بالنسبة لهني أقول إحنا نفتح المجال إحنا كمجتمع مفروض نحن نبي يعني مهمتنا أن نحن نطور قدرات شبابنا وبناتنا فإحنا نفتح المجال للجميع ما أقول والله أنا أبي مذيعات فقط نساء والله لأن أشكالهم حلوة مثلا والرجال مثلا والله نبيهم حق النفط ولا نبيهم لا نفتح المجال للجميع مثلا بالمناسبة الحين كان في الخطوط الكويتية التفقت مع التعليم العالي على الأساس يسوون بعثات للطيران الأساس يعني يشطير طيار فاليوم قبل لأيكم مني كنت أفكر هل افتحوا المجال هذا للذكور والإناث ولا فقط الذكور أتمنى أن يكون للأثنين أنا يعني ما أدري بس هذا أنت المفروض تفتحين المجال عاد المرأة تبي تشتغل كابتن طيارة هذا شيء راجع لها لكن أنت ما يصير تحددين من البداية لا والله أنت حددش مثلا الأزياء والإذاعة والكذا وأنت روح في الأعمال الثانية سهيا أتوقع من ناحية الطيران دكتوري يعني ما قاطعش بالكلام إلا بالخير قبل فترة أظن يعني ثلاث سنين أربعة سنين إذا ما خاب ظني كان في كابتن كويتية لكن حصل مشكلة لها أن هي ما توظفت في أحد الشركات أو خطوط الطيران لأنها بنت فهذا الموضوع ممكن يعني هو اللي يأثر في المستقبل على وجود المرأة في خطوط الطيران أو ككابتن طيار إيه ما زال عنديني حتى الحين هل المرأة صارت قاضية؟ لا بعدها قاعدين نمشوا بخطوات بسيطة جدا يعني ما زال المجتمع يعني إحنا فيه أصوات قاعدة تقول الطالب وكذا ولكن فيه تخوف وفيه يعني ماشي بطيء يعني حتى التجنيد مثلا نعم وأنا أذكر يعني كتبت هذا وانتشار وصار علينا يعني ليش ما نفتح المجال حتى للنساء مو غرق أنا أساسا أنا أصنع ضد الحرب بكبرها أنا ما أحب حتى حمل الإسلاح يعني ولا أتمنى لا ولدي ولا بنتي أن يروح بس أنت قاعد تخططين حق المجتمع المفروض تفتحين المجال للجميع صح بالدول الأخرى فيه تجنيد للنساء طبعا وأيضا إذا ما خبضني في السابق الحريم يعني أمي تحديدا أنا أقول على سالمة أمي كان في عندهم مادة هي يعني تتعلق بالسلك العسكري تشوفي هو عندك مثل بالثمانينات لما كان تجنيد وكذا كان فقط يعني للذكور وكانت تجربة سيئة بالكويت يعني كان ويد فيه فساد وكذا إنزين ألغي التجنيد وعلى أساس أنهم الحين يشتغلوا عليه وبرجعونه مرة ثانية إنزين أنت هل معقول أنك ترجع من عقلية الثمانينات يعني من ثلاثين سنة أو أكثر لأربعين سنة ليما لألفين وسبعت عشر ما تفكر أن أنا المفروض أفتح المجال حتى للنساء الراغبات يعني نخليه اختياري للجميع يعني نلاحظة الحين ترا فيه تقريبا نص للمفروض يلتحقون ما سجلوا الذكور يمكن ما عندهم رغبة صح فأحنا ليش ما نخليه اختياري للجنسين للناس اللي حابين يعني فيه ناس يحسون أنه عندهم قدرات ويحبون هذا شيء فليش ما نفتح لهم المجال فأنا من ناحية الوظائف أحب أفتح المجال للجميع لأنه ما نعرف شنو قدرات الناس وشنو ميولهم فيه ناس يحبون الأعمال الشاقة يحبون كرة القدم بنات يعني يحبون كرة القدم يحبون الأشياء اللي فيها عنف وكذا وفيه بنات ما يحبون فأنت تفتحي المجال وكل واحدة وقدراتها وميولها صح وشفنا دكتورة يعني وايد بنات داشتوا في السلك العسكري واشتغلوا فيه ووصلوا إلى مناصب يعني حلوة طبعا حتى الدول الخليج يعني مرأس نشوفهم يعني حتى أشكالهم باللبس العسكري وكذا بالعكس يعني شيء حلو نعم نتمنى أن هذا شيء يصير بالعكس هو لمصلحة الدولة في النهاية أن يكون يعني من الجنسين داشتوا فيه التجنيد ممكن أنهم ينفعون الدولة فيه لا سمح الله حصادت أي أزمة إلا من الجنسين يكونون مستعدين وعارفين كل الاستعدادات دكتورة يعني تكلمنا توا عن المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وشفنا أن هي كثير من حقوقها مهضومة هل تشوفين أن يعني لو يعامل الأبناء من الأم الكويتية كمعاملة يعني حالة حالة الكويتي؟ المفروض أنا بالعكس أنا أقول إذا يعني عند رغبة يأخذ الجنسية المفروض يأخذها يعني ليش من باب شنو؟ مو من باب والله يصير زحمة على المصادر اللي عندنا وكذا لا لكن أنت لما تفكرين إذا كانت دانة كويتية مثل أخوها وأثنينكم خذيتوا من جنسية ثانية ليش هو زوجته وعياله يتمتعون بكل حقوق المواطنة؟ صح وإنتي لأ الآن الناس اللي حجتهم اللي يقولون لأ المفروض أنت تتبعين زوجت يقولون أن المرأة أو الأولاد يتبعون الأب وصح يتبعونه بالاسم بس بس ما يعنينا بالجنسية هذا شيء قانون يعني الإنسان حطه مو من الله أصلا بعدين ما في شيء حتى بالدين يتكلم عن الجنسية هذه أمور مدنية أمور سياسية على حسب دستور الدول فإذا أنت فعلا مساوية للمواطن الذكر فالمفروض أن من حقك تعطين جنسية تمررينها لأبنائك نعم نعم يعني أهم هذا موضوع وقضية أخرى يعني إن شاء الله راح نتطرق لها بشكل أكثر في الحلقات القادمة حقوق المرأة المتزوجة من غير كويتي شنو ممكن أن هي تحصل لعيالها هل عيالها ممكن أن أهم يتجنسون وغيرها من الأمور راح نتكلم فيها دكتورة يعني شاب الكويتي يتوج قلتها ما شاء الله عليها ما قاعدة تحط جدامها أي عائق داشت في عالم البزنس داشت في عالم الرياضة داشت في عالم السياسة داشت في كافة المجالات وحققت نجاحات كثيرة شون تشوفين دعم الدولة لها والله شوفي بالنسبة للدعم الدولة ما أعتقد فيه تفرقة ما بين الذكر والأنثى يعني الشاب أو الشابة اللي يفتح مشروع لكذا الدعم موجود للأثنين لكن هذا لا يعني إن الوضع مثالي يعني تعرفين إحنا وزارات الدولة وهذه نقطة نحب أنها توصل فعلا وزاراتنا كأنها مو متصلة ببعضها كأنها ما في شيء يعني مشترك أو متصل يعني مثلا أنت تسويين معاملة مثلا والله في وزارة العدل تروحين بعدين أنت بتسويين شيء في وزارة الداخلية اللي تغير في وزارة العدل ما تدري عنها وزارة الداخلية نزي شلون صح يعني أمنيا غلط إداريا غلط هذا أنا يعني بالنسبة لي شيء غريب وهذا يأثر على الشاب والشابة أيضا إذا يبقوا نسوي مشروع ولا يبقوا نسوي أي شيء يعني أي معاملة هذا شيء غريب في الدولة يعني إن كل هال يعني إحنا ب2017 كل هالناس اللي دارسين علوم الكمبيوتر information system ها وينه ما نشوف ربط ولا نشوف في شيء مفروض يعني دقمت يترعصي يطلع الملف كامل كل شيء مثلا على يعني دانا شو سوت وين راحت ومن زوجها كل الأشياء هذه المفروض مو أنت تروحين من مكان ل مكان عشان تقول هذا كذا هذا ورقتي هذا صار لي شيء لفلاني زي عش فايدة الوزارات اللي بالدولة مو متصلة بعضها نعم هذا كله ينعكس على يعني إحباطات للمواطن زحمة بالشوارع صحيح هذا ما فيه تفرقة يعني هذا الشيء أو السيء يعم على الجميع يعني سواء الذكر أو الأنثى نعم شون تشوفين الحين الشابة الكويتية وقلتين ما شاء الله عليها ما عاد زواج من أولوياتها صارت تفكر بالبزنس صارت تفكر بمستقبلها شون أن هي ممكن توصل إلى مراكز قيادية شون تشوفين وضع الشابات الكويتية حاليا شوفي أنا باحتكاكي يوميا مع الشباب والبنات لأن الجامعة يعني وحدة اليوم بعد كورسيفي وتونرادة وكذا نعم بالعكس يعني البنات بشكل عام تشوفين الوعي عندهم زاد من ناحية أن تبتحقق ذاتها تبتكتشف العالم تبتقرأ تبتسوي مشروع وكذا ولكن هذا لا يعني أنها يعني ماتة بالزواج بالعكس هذا شيء فطري وتكوين أسرة وأن يكون عندك أبناء خصوصا أن تصير الأم يعني أنا أعتقد هذه أكبر غريزة عند البنات هذا الشيء موجود ولكن ما عاد وهو أهم شيء يعني إذا أنت والله ما تزوجتي خلاص تنهار العالم كله ينهار لا يعني في عندهم طموح يمكن في ناس الحين بنات قليل يطلعون يقولوا والله إحنا ودنا نصير مثل دانة مثلا مذيعات أو نقدم برنامج هذا شيء أشوفه موجود عندهم لكن يظل في عندهم معاناة يعني ممكن للأهالي يسمحون حق بناتهم نهما فعلا يحققون ذاتهم يعني إحنا عندنا مثلا في الجامعة قسم الإعلام في عندي طالبات يقولون إحنا نبي إعلام بس أهلنا ما رضوا وليش يقولون ليش تبتصيرين مذيعة يعني عندهم وبعد مذيعة يعني بشكل معين يعني عرفتين نماذج مثلا كانت سيئة بالإعلام فيخافون على بناتهم من هذا الشيء فتلاقين عندي مثلا بنات كانوا يبون عندهم قدرات موسيقية وأصواتهم حلوة وكذا وكانوا يبون دخلوا المعهد العالي الفنون الموسيقية أيضا نفس الشيء أهلهم ما يرضون ليش تبين تصيرين مطربة فما يخلهم يعني ما زالت في عوائق ولكن العوائق ليست من الدولة لاحظي الدولة فاتح المجال للجميع من هالناحية تقدرين تروحين بعثة برها ولكن دايما اللي يقف في وجه البنات بعض البنات طبعا اللي هو الأسر يعني مو كان الأسر ترضى يعني أذكر عندي أذكر طالبة كانت إيه وأخوها توأم وتقول إحنا من الروضة مع بعض ومدارس خاصة فلين تخلوا الجامعة يوم تخرجوا وهو راح قدم بعثة برها وهي أبوها قال لها لأ تقعدين بالكويت ودشت معا فطول الوقت هي مقهورة تتكلم ليش تقول أنا طول الوقت مع أخوي إحنا توأم إحنا دايما مع بعض فهذه العقبات الاجتماعية موجودة ما زالت لحد الحين في بعض الأسر وهي اللي تحد من يعني أن المرأة تحقق ذاتها ولكن مع ذلك هم تشوفينها قاعدة تخف يعني قاعدة تزول نعم إزينا تكتورة هل ممكن علشان وجود الأمثلة السيئة في كافة المجالات نقدر نقول ما نحدد مجال معين هي اللي تخلي شوي الأهال يكشون أن بناتهم يدشون في هذه المجالات طبعا يعني لما تطلع النماذج الجيدة مثلا من المذيعات نعم يعني مثل البنات الجادات والشباب الجادين اللي يحسبون الكلمة والشكل والمظهر يعني موش شكل الفضيع من الميكوب والشعر والأشياء هذي ولا تدلع بالكلام يعني أنت لما تطرحين نفسك بهذا الشي تخلين الأهالي يقول لا والله ما نبي بنتنا تصير بهذه الصورة يعني أكيد وهذا شيء نحن نشوفه يعني أنا طلبة الإعلام أو الطالبات دايما نحبوا الإعلام والإعلام أكبر من أنت تصير مذيع يعني هاي شيء بسيط ترى يعني في صحافة وتلفزيون وفي إدارة عامة وغير لكن بسبب بعض النماذج السيئة خلت الناس يخافون من الإعلام نعم دكتورة إذا بنتكلم على العقبات اللي نقول تقع عثرة أمام المرأة علشان هي تكون مشاركة بالتنمية الشاملة والمستدامة شنو إيها شوفي يمكن يعني وحنا ندرس البنات والشباب تشوفين البنات كأنهم شعلة نعم غيابهم أقل دائما الهوموركات والأسايمنت يبونهم ملتزمات أكثر يحبون يتعلمون وكذا متى يصير الدكلاين هذا عقب مع الزواج لأن المرأة لما تصير أميا تعرفين يعني كأنه في شيء يأخذها يعني أنا أعتقد هذه أكبر عقبة غير زائد بالنسبة العقبة الأسرية في عقبات ثانية اللي هي بالنسبة العمل يعني في أماكن مثل اللي يمكن أعتقد بيت الزكاة وغيرها المرأة ما توصل مثل تلاقيين واحد يتعين عقبة ووين يطير يصير رئيس قسم ويصير كذا ويصير كذا والمرأة تظل مكانها فتشوفين أغلب القياديين في الدولة أغلبهم رجال نعم فعندنا هذه عقبات وظيفية وعندنا عقبات بسبب يعني الأسرة يعني المرأة هي اللي تحمل مو الرجل وهي اللي ترضع وهي الأقرب فهذه في البدايات الأمومة تعطلها يعني نعم يعني نرجع على نفس الموضوع وهي الثقة بالمرأة الكويتية أن تكون في يعني في مناصب قيادية الرجل لا يثق بالمرأة يقدر نقول أو أن بعض الرجال لا يثقون بالمرأة أن تصل إلى مراكز قيادية يمكن يمكن هذا الشيء ما زال موجود يعني ما أقول لت 100% هذا الشيء موجود ولكن ترى يعني لازم ننتبه يعني مرات الطريقة اللي يحاربون فيها النساء ويقولون المرأة مو قصدهم مو صدها المرأة لا تصلح بس يمكن المرأة ما مشت لهم الواسطة يعني يمكن مرأة يحمودي مثلا شيء حق هند الصبيح ما مشت لها المعاملة قام يتكلم عن المرأة أنها ما تصلح يعني لازم ننتبه من هذا الطرح يعني نعم دكتورة يعني أنا استمتعت بالحديث معاك حديثك عن المرأة الكويتية جدا جميل وأنت خير مثال المرأة الكويتية حاليا كل ما من ننتبه لكل الشابات اللي قاعد يطالعوننا الحين شنو توجهي لهم الرسالة علشان يعني يستمرون في يعني ملاحقة أحلامهم وطموحاتهم عشان يحققونها والله أول شيء أقولهم أنا وائد أحبهم وائد وائد أنا أحب البنات وطالباتي يدرون طالبات عندي غير أحب أقول لهم أنه يعني ما في أي حد حق أحلامكم عي شيء مثل ما تبين حتى لو كان عندك عقبات الحين صبري هذه العقبات راح تروح الحياة ما تسوى من غير تحقيق يعني أهداف أو إنجازات يعني وهذا اللي يخلينا عايشين ثانيا ما عليكم من كلام الناس والمجتمع الناس يعني بعض الناس يتكلمون عنكم لو كانوا قادرين أنهم يوصلون اللي انتوصلتوا له كان ما أحسدوكم هذا كله من الحسد هذا من الغيرة ثالثا لحد يعطل مسيرة حياته على بتنطر فارس أحلامها نصيبك بييتش هذا هو سواء أنت تدرسين بره تدرسين بالكويت منخشة بكهف ما حد يدري عنك إذا لتش نصيب هذا راح ييتش فأنا أقول حق المرأة والشباب بعد يعني هذا يصلح للجميع عيشوا بس عيشوا يعني وطاردوا أحلامكم ما عليكم من الكلام اللي حبتكم نعم كل شكرا لك الدكتورة شيخة الجاسم استاذة الفلسفة في جامعة الكويت على حضورك معنا اليوم العفو حياكم الله شكرا لك مشاهدينا من بعد الفاصل رح نتكلم على موضوع جدا مهم وهو العنف ضد المرأة فاصل ورادين